بمناسبة حصول وزارة الصحة في مملكة البحرين ممثلة في خدمات الرعاية الصحية الأولية على الاعتماد الكندي للمرة الثالثة وتحقيقها نسبة 99.1% من معايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية قامت سعادة الأستاذ فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة بزيارة إلى مركز الشيخ جابر الصباح الصحي حيث قامت سعادتها بتعليق شهادة الاعتماد الكندي بالمركز مشيدة بجهود رعاية الأولية في تحقيق هذا الإنجاز وبهذه المناسبة أكدت وزيرة الصحة أن هذا الإنجاز يعد ضمن سلسلة من النجاحات المتميزة التي تحققت في القطاع الصحي وثمرة للرؤى وتوجيهات الحكيمة والسديدة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مؤكدة على أهمية تقييم الخدمات الصحية بصورة دورية من قبل مؤسسات دولية وعالمية عريقة كهيئة الاعتماد الكندي بهدف مواصلة الارتقاء بالخدمات الوقائية والعلاجية على حد سواء واستدامتها بما يضمن استمرار حصول كافة المواطنين والمقيمين بالمملكة على أعلى وأكفاء مستوى من خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة وأشادت سعادتها بالجهود المثمرة التي بذلت من جانب فريق العمل والتي أثمرت عن الحصول بكل فخر على هذه النسبة العالية في الاعتماد مشيرة إلى أن الوزارة استطاعت ومن خلال كفاءة فرق العمل والكوادر الطبية الوطنية المؤهلة بالرعاية الأولية من تحقيق هذا الإنجاز مجددا والذي يضاف إلى السجل إنجازات وزارة الصحة في توفير أعلى معايير الخدمات الصحية للجميع التي تنافس في جودتها المعايير والمواصفات العالمية هذا ويعتبر الاعتماد عملية تقييم تقوم بها هيئة تقييم خارجية مستقلة لتقدير مدى توافق المنشأة الصحية مع المعايير الموضوعة مسبقا من قبل هيئة الاعتماد بهدف تطوير أنظمة وإجراءات تقديم الخدمة لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية ترجمة نانسي قنقر